تسعى سلطنة عمان إلى تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات ويعد البحث العلمي والابتكار أحد أهم العوامل لتحقيق هذا الهدف ولهذا الغرض تم إنشاء الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم أومرين في عام 2018 وهي شبكة وطنية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والعلمية في سلطنة عمان تربط الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم مجموعة من الجهات البحثية والعلمية بما في ذلك الجامعات الحكومية والخاصة، المعاهد ومراكز الأبحاث، الهيئات الحكومية ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار وتهدف الشبكة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها توفير شبكة مشتركة لمجتمع البحث العلمي والتعليم في سلطنة عمان توفير بنية أساسية مخصصة لدعم التعاون بين جهات البحث العلمي إنشاء وتمكين مشاركة الموارد البحثية والبرامج من خلال تقنيات الإنترنت المتقدمة وقد حققت الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم مجموعة من الإنجازات منها الارتباط مع 90% من الكليات والجامعات والمعاهد وبلغت نسبة المستفيدين من الخدمات أكثر من 85% في أكثر من 50 موقع في السلطنة توفر الشبكة أكثر من 20 خدمة لمنتسبيها منها خدمة الاتصال على السرعة التجوال التعليمي إيديوروم مرسال شعاع المكتب الإفتراضي مصادر نظام الدخول الموحد أومرين فديريشن بالإضافة إلى الخدمات التقنية للمؤسسة ومنها خدمة استضافة نطاقات الإنترنت الشهادات الأمنية الإلكترونية استضافة المواقع الإلكترونية بروتوكولات الإنترنت الرسائل النصية الجماعية وتعمل الشبكة برؤية واضحة لتمكين الابتكار والبحث العلمي والتعليم في سلطنة عمان وذلك من خلال التعاون الاستراتيجي المحلي والدولي بين مجتمعات البحث العلمي والتعليم أومرين تواصل تعاون ابتكر